يقول أن القاتل تعلقت فيه ثلاث حقوق حق الله وحق أولياء المقتول وحق المقتول انتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه وأولياء المقتول إما أن يأخذوا حقهم بالقصاص يطالبوا بقتله كما قتل وليهم وإما يقبلوا بالدية أو بعض الدية وإما أن يعفوا هم عفوا عنه هم بالخيار الأمر مخيرون بين هذا وهذا وهذا فإذا اختاروا واحد من ثلاثة سقط حقهم بقي حق المقتول هذا يبقى إلى يوم القيامة وعليه حمل حديث أبو الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة يعني حتى لو تاب يبقى حق المقتول يوم القيامة يقتص الله عز وجل بعض هالعلم يقول لا حتى إذا تاب وتوبة النصو عنه فإن الله عز وجل يرضي المقتول يرضي خصمه يوم القيامة ويحمل عنه ذلك واضح؟ وهذا حقيقة حقوق الناس هو ليس في القتل فحسب حقوق الناس شأنها عظيم عند الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر